يا عبادي ما أجيب كلما قال رسولي قوله نور وغادي واتباع لسبيري بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين حديثنا السنن الإلهية السنن هي عبارة عن قوانين ونواميس يحكم الله سبحانه وتعالى بها خلقه من مادة وبشر سنة الله ولن تجد لسنة الله تبديله سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويله فكما أن الكون المادي محكوم بقوانين فكذلك الكون الإنساني محكوم بنواميس وقوانين هذه القوانين هي تفسر لنا حركة التاريخ البشري منذ فجر التاريخ إلى أن يرث الله سبحانه وتعالى الأرض ومن عليها فيجب علينا أن نعي هذه السنن وأن نفهمها وأن نتفقهها أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا فتدبر هذه القوانين وفقهها يعيننا في حركة التاريخ فلا نقع في المطبات ولا نقع في الأزمات والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر عن هذه السنن وحدث عنها عندما طلب منه الصحابة الكرام أن يجعل لهم ذات أنواط كما لهم ذات أنواط شجرة كان المشركون يعلقون أسلحتهم على هذه الشجرة فرأى المسلمون أولئكم المشركين يعلقون هذه الأسلحة على تلك الشجرة فقالوا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط فقال النبي عليه الصلاة والسلام سبحان الله إنها السنن سبحان الله إنها السنن فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن هذه السنن وعن هذه القوانين فيجب على كل الأمة أن تبتدر لإيجاد كادر من المفكرين والمختصين لدراسة هذه السنن دراسة دقيقة ولا يكون مجال اختصاصنا فقط في مجال العلوم الشرعية مقتصرا على الأصول والفقه واللغة العربية والتفسير والحديث فهذه علوم جد مفيدة لكن إلاء هذا البحث وهذا الموضوع يجب أن يكون أوفر وأكثر حظا للمسلمين لماذا لهذا الموضوع من أهمية كبيرة في تفسير تاريخ البشرية وحركة التاريخ فإدراك السنن وفقه السنن واستنساخ السنن والاستفادة منها في حركة التاريخ وفي حركة التغيير من شأنها أن تدرأ عنا الأخطاء والعثرات من هذه السنن التي نذكرها لماما سنة التغيير فلقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم وجاءت الآيات القرآنية تتحدث عن سنة التغيير أن التغيير يجب أن يكون منطلقا في الأنفس وفي الأخلاق في فكر الإنسان وقلبه وعقيدته ألا إن في الجسد مضغطا إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهو القلب فإذا يردنا أن نغير معالم المجتمع فيجب علينا أن نبدأ ذا بدء بالإنسان أن نربيه تربية صالحة وأن نسلك به مراحلة إثر مرحلة في سبيل هذا التغيير وأكثر ما يجب أن نعنى نعنى بتغيير قلبه ووجدانه وسلوكه وتربيته تربية صالحة على عقيدة سليمة وأخلاق صالحة مستقيمة قويمة ألا إن في الجسد مضغطا إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله والمرء بأصغريه لسانه وقلبه فإذا عمر الإيمان القلب وإذا دخل الإيمان شغاف القلوب وصلحت أنفس البشرية ينعكس على المجتمع الإنساني أجمع بالصلاح وعند ذلك يقابلنا الله سبحانه وتعالى بالفرج والتمكين والتيسير والرزق الوفير ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون فانظر معي أخي المسلم إلى أن بركات السماء والأرض لا يمكن لبركات الأرض أن تظهر ولبركات السماء أن تنزل إلا إذا صلحت الأنفس البشرية واستقامت على دين الله سبحانه وتعالى آمنت واتقت لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها من كل مكان فإذا أوسع الله سبحانه وتعالى عليها في الرزق الوفير الرزق الوفير الذي كان يتدفق عليها من كل صوب وحظ بشتى أنواع الرزق والعطاء لكن لما غيرت ما في نفسها إلى الفساد والكفران والجحود فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الخوف والجوع بما كانوا يصنعون فغيرت فغير الله سبحانه وتعالى فإذن إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسه والحمد لله رب العالمين يا عبادي ما أجيب كلما قال رسولي قوله نور وغادي واتباع لسبيل اشتركوا في القناة